اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين ادى حادث مرورية مروع الى وفاة ستة اشقاء من اسرة واحدة كما تم نقل الوالدين وثلاثة اشقاء اخرين للعناية المركزة في حالة خاطرة ووقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة البح كما توفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون اصابات في التفاصيل قال شقيق المتوفيين محمد سالم الغمدي خلال عودة اسرتي من المدينة المنورة للباحة وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطايف وقع حادث مروري أليم توفي فيه ستة أشقاء أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيا وحمدان فيما نقل أبي وأمي وابنتان ريناد ومنيرة وابن سلطان للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطايف والملك عبد العزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطايف وأضاف من فضل الله تم خروج الوالد من العناية المركزة للتنويم وهو بصحة وعافية في حين تمت الصلاة على ستة من أفراد أسرتنا سويا في صلاة العصر أمس ودفنهم